وكثير من الاخوان زعلوا مني مسؤولين اني اقول اني حصلت على الواسطة انا كنت خريج علوم سياسية وكان زمولاي خريجين تاريخ خريج التاريخ يحصل على الوظيفة في وزارة خارجية ونحن اللي درسنا التخصص اللي هو العمل في الخارجية وعرف نظام ذا لم نحصل على الوظيفة وحصلت عليها بالواسطة فبالحق لا مرتاح في هذا الوظيفة عملت فيها تقريبا سعتشر ولا كما قلت لكم هي الانسان ليس مخير هو مسير الانسان ففتحت لي مكتب في شارع تخصي كان شارع ترابي وحنا كنا خمسة موظفين وكانت مبيعاتنا في السنة وفتحتي المكتب هذا لم يكن لدي رأس مال انا في ذاك الفترة فتسلفت من بعض الزملاء السعوديين غير السعوديين زي ما يقولوا قطة يعني كل واحد سلفني مبلغ شان احصل على التصريح واستاجر محل واشتغل في هذا بالحقيقة الشغل كان شغل صعب جدا لاني انا كنت ذاك الفترة السعودي الوحيد في عالم غير سعوديين يعني وكانت هما صناعتهم وخبرتهم ومعرفتهم فيها ولكن تجربتي اللي مرت فيها ما تقارب من 12 سنة اثرتني وساعدتني كثير في تجاوز كثير من الصعاب وانا بالحقيقة احب ان اشير للشباب السعوديين في هذا المجال انها تجربة ضرورية في نجاح الاعمال كذلك الصبر والعمل والجلد والامانة والاخلاص ومن خافة الله في عمل الانسان ضرورية لكي ينجح الشاب في برنامجه كذلك الاستشارة الاستشارة ضرورية انا استشرت قبل ما افتح المكتب عدة زملاء من اشار لي بالتوكل على الله ومن اشار لي بصرف النظر واستخرت الله وهذا اللي صار وبالحقيقة لا اخفيكم احنا في المملكة الربية السعودية ننعم من كثير احنا فرص موجودة لدينا الان الشباب السعودي يحصل على امتيازات وعلى فرص لم نكن نحصل عليها من قبل الان الغرف التجارية مشكورين يقومون باصدار فرص تجارية ومتوفرهم فيها الدراسات ومتوفرهم فيها جميع اللي تساعد الشاب على كذلك الان كثير من الجهات مثل عبدالطيف جميل ومثل عدة الجهات اللي تقوم بدعم الشاب السعودي من اجل بداية عمله في هذا في هذا الصناعة اي كانت هذه الان اصبحت حتى الاعمال الان اصبحت اسهل من اول يعني القيام بالاعمال الان التطور التكنولوجي وتطور الامور هذه صارت تساعد في نجاح الاعمال وهناك كثير من الشباب الاعمال اللي نجحوا في مجالات استخدموا فيها احنا يريدنا ان نغير وجهة نظرنا دائما نشيل كلمة عيب يعني انا جاني شاب من الشباب الله يوفقه وقال انا سويت كوفي شوب وابا اجي بركب عندك المكاين في الشركة قلت لابد ان الله حيك شاب جدا متحمس فما فيها عيب اذا فتح قهوة فيها فلوس هذه وفيها خير اذا بنقول كل شي عيب بكرة الشباب السعودي لن يستطيع ان يحقق او يخترق او يبغى ان الخروج عن نطاق اللعيب او نطاق في تطرق لمشاريع كثيرة موجودة متوفرة للشباب السعودي ويمكن الحصول عليها في اسهل الطرق انا بدايتي بالحقيقة في عملي كان 1980 1980 كانت المملكة الرابعة السعودية تمر بطفرة كبيرة جدا كان هناك حركة سفر كثيرة لانها كانت فترة البنية التحتية في المملكة الرابعة السعودية في هذا العام فكان معظم المسافرين في ذلك الفترة هم كانوا العمالة التي تأتي لعمل المملكة والمغادرة للمملكة فكانت في عام 1980 وبدأت كما ذكرتكم بمكتب واحد ولان بفضل من الله دعم من حكومتنا الرشيدة وصل عندنا مكاتبنا الان الى 230 في المملكة الرابعة السعودية وخارج المملكة الرابعة السعودية وصلنا الى تقريبا 18 فرع تمتلكه الشركة بحمد الله وفضله وكل هذا اتى من البداية من تحديد الهدف اللي كنا نبغى نتطرقه حين كان هدفنا ما دخلنا في مجال العمالة او مجال ذا قلنا ننوع وناخذ اسر سعودية وناخذ يعني نقدم الخدمة للعدد من الجهات التي ترغب بالسفر وعدم الاقتصار على جهات معينة الاخوان يطلبوا مني ان اذكر التواريخ فتواريخ يعني اعتقد انها مهم مهمة بقدر مهم مهم النتائج والارقام اللي يحصل عليها الشاب احنا مجالنا كما ذكرتكم مجال صعب جدا يعني كنت انا الوحيد تقريبا من الشباب السعودي اللي على رأس عمله ويعمل في عمل انا لم يكن معي شريك من الاخوان الغير سعوديين في ذلك الفترة فوجهتني عدة مشاكل وعدة صعاب نظرا لدخولي الصناع عليهم وخوفهم مني اني انا اخذ العمل عليهم ووجهتني كثير ولكن بالمثابرة وبالصبر وبالتحمل يستطيع الانسان بوجهة نظر ان تجاوز اي صعاب تواجه اذا انه مصمم وعازم على تحقيق نجاحات احنا في في مشوارنا يعني كان لنا نقلات جدا ممتازة من نقلاتنا الحمد لله المملكة الربية السعودية تعرضت الى لحرب الخليج فكان حرب الخليج نقلة بالحقيقة لكثير من رجال الاعمال في المملكة الربية السعودية اما نحن فما كانت لنا نقلة ولكن كانت لنا نقلة في النوعية لم نكن هدفنا الهدف المادي في ذلك الفترة اكتسبنا الحمد لله بفضل الله اكتسبنا السمعة نظرا لكثير من الاسر كانت في المملكة لا تستطيع ان تغادر وكان اولياء امورهم تصادفت منهم خارج المملكة فنحن في المجموعة معي فريق بالحقيقة من الشباب السعودي عملنا تقريبا على 15 ساعة كنا عملنا نبتدي من الصباح رغم كانت ظروف حرب وكانت ظروف ذا وكان المطار مقفل في مطار الرياض وكانت وكالة سور السياحة جميعها مقفلة ولم يكن هناك احد يقدم هذه الخدمة فاحنا اخذنا عاتق علينا كواجب وطني وليس كان هدفنا المادي كثير من الاخوان الله يفقهم يرزقنهم حصلوا نتائج طيبة خلال الحرب احنا خسرنا في الحرب ولكن خسرنا ماديا ولكن كسبنا السمع وكسبنا معنويا وكنا نحضر السيارات من دبي نستجر الباصات من دبي لان ما كانت وفر في مملكة باصات وكان يسقونها الشباب السعودي علشان الشباب السعودي ما يحتاجون الى خروج او دخول بالنسبة لان كان الباصات تنتقل من عندنا الى جدة وكانت تنتقل الى قطر فكنا تساعدنا الشباب السعودي في دخول وخروج الباصات والنقاط الامنية لا يتعرض لها احد فاحنا اكتسبنا من هذه بالحقيقة سمعة جيدة وكنا احنا الوحيدين نقدم الخدمة بعد توقف الحرب كان احنا الوحيدين الموجدين بالسوق السعودي اللي قدم الخدمة الذي لم يقفل فكان علينا اقبال شديد ونقلتنا نقلة نوعية ذلك الفترة من شركة في مدينة رياض الى شركة اكبر من كذا وبدأنا نفكر بكيف نستطيع ان نخرج من النطاق الاذاء فبدأنا في اول مكتب لنا في جمهورية مصر العربية ونعتبر حنا الشركة السعودية الوحيدة اللي حصلت على الترخيص بدون مشاركة من جانب المصري فكانت شركة سعودية 100% وكان هدفنا هو نقل هذه النجاحات اللي حققناها في المملكة الى دول العربية ودول اخرى فكان اول فرع للشركة هو في جمهورية مصر العربية والحمد لله الان يعتبر من اكبر مرد السياحة العربية الى جمهورية مصر العربية كذلك الثاني فرع قمنا بافتتاحه في دولة الامارات حصلنا من سمو الشيخ محمد بن راشد على استثناء واعطانا رخصة لتقديم خدمات سياحة وكان هدفنا حنا اللي هو المسافر السعودي كان هدفنا او العائلة السعودية كان هدفنا الاول لتقديمه وهذه كذلك اضافت لنا كثير من من ثقة المسافرين ومن قوة الانتشار وقوة المنافسة بالحقيقة تطورت صناعة السفر وتطور شرائح السفر وتطور المجتمع السعودي واصبح المجتمع السعودي من اكبر المجتمعات التي تسافر ويعتبر المسافر السعودي هو يأتي في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الصرف ومن ناحية عدد الليالي التي يقضيها خارج وطنه فكان لنا نصيب لان احنا في البداية كان تخطيطنا على الاسر السعودية لم يكن هدفنا العمالة او الشركات الاجنبية فساعدتنا هذه في تحقيق بعض النجاحات التي وصلنا لها كل هذا بالحقيقة حصل بجهود ليست جهودي انا فقط هي جهود مجتمعة اول شيء دعم من الحكومة الرشيدة وكذلك دعم من الشباب السعودي اللي كانوا يعملون معي بذيك الفترة والاخوان الغير السعوديين اللي كانوا يعملون بذيك الفترة معنا احنا بالحقيقة كنا نعمل احيانا 18 ساعة بعملنا وكنا نعمل ايام الجمع وايام الاعياد كله الهدف منه هو التحقيق الناجح والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لم يخيب املنا وحققنا لذلك انا هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى جلوسي بينكم في هذه الامسية الطيبة التي ارجو ان شاء الله تكون مفيدة للجميع احنا بالحقيقة كنا في ايام الحرب الخليج نزل اعلانات بالصحف يعني كنا احنا الوحديين اللي نزل نقول ماليزيا بيسعر كذا الفلبين بيسعر كذا المصر بيسعر كذا العالم بلشانة في حرب والبلشانة هذا واحنا ننزل اعلانات يحسبون الناس اعلانات للسعودين عشان نسافرون احنا لا الناس الموجدين اللي مهم قادرين يطلعون من البلد لانه قفل المطار وقفلت المنافذ احنا كنا نقل لأحدى الاخوان ان جلالة الملك فهد رحمة الله عليه كان يقول العالم بلشانة والطيار جالس يعلن انه يسافرون الناس قال لها الله يزاق خير لا قال لا هو قاعد يساهم مساهمة وطنية في نقل الناس اللي ما هم قادرين يطلعون اللي هم غير سعوديين بالحقيقة وكانوا هما تقريبا الناس اللي كانوا يطلعون هما كانوا غير سعوديين من العمالة ومن الاسر اللي تعلقت في هذا البلد وبعدها بالحقيقة حصلنا على دعم من المملكة فيه اعطانا كثير من المشاريع ان نقوم فيها لان احنا في ايام الحرب الخليج وقفنا وجلسنا في البلد وتحملنا جميع الظروف اللي كانت ذيك الفترة عاد ما ادري كثير منكم بالحقيقة مر فيها وشافها واحنا بالحقيقة كنا سعدا ان نكون احدى هذه المساهمين في مجالنا وفي قدرتنا في هذا المجال انا بالحقيقة بعد حد الله